اهلا بكم اينما كنتم نشرة الثالثة من تلفزيون فلسطين نستهلها بالعنامين ابناء شعبنا في المحافظات الجنوبية يشيعون جثمان شهيد وسامح جازي الحمد لله يجدد تأكيده على الاستمرار في تقديم اشكال الدعم كافة للأسرى رغم التحديات دعوات للاعتصام والمبيت في قرية الخان الأحمر تزامنا مع جلسة محكمة العليا الاسرائيلية اهلا بكم الى التفاصيل شيع ابناء شعبنا في المحافظات الجنوبية جثمان شهيد وسامح جازي ثلاثون عاما الذي ارتقى متأثرا بجروح اصيب بها في ايار الماضي وكان الشاب حجازي قد اصيب برصاص الاحتلال شرق خان يونس خلال مشاركته في مسيرات العودة وإلي شهيد في العلفين والتمانية هشام وإلي جريح والحمد لله الحمد لله ابن كان يطلب الشهادة ونالها الحمد لله ثلاث شهور ابني هو بعاني تعزب الحمد لله يقول للعالم بكفي ظلم بكفي غزة ما بتحاربش حد غزة محاصرة وغزة مظلومة احنا شعب بدنا حريتنا وبدنا نعيش بكرامة وبعزة استقبل السيد الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رمالة مجموعة من النشطاء السياسيين الساعين لتأسيس حراك سياسي عربي يهودي واسع التأثير في الحياة السياسية الإسرائيلية وأطلع النشطاء سيادته على الهدف من الحراك السياسي وهو سعي لوقف التدهور نحو دولة الأبرتهايد في إسرائيل مشيرين إلى أن الحراك يضم مختلف الأطر الوطنية الفلسطينية داخل إسرائيل حضر اللقاء رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني جدد رئيس الوزراء رمي الحمد الله تأكيده على التزام القيادة وعلى رأسها سيد الرئيس محمود عباس والحكومة بموقفها الثابت بدفع مخصصات أسر الشهداء والأسراء رغم قرار الاحتلال وتهديده بخصم هذه المخصصات من أموال الضرائب الفلسطينية جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء في مكتبه بيرام الله وفدا من هيئة شؤون الأسراء والمحررين برئاسة رئيس الهيئة قدري أبو بكر حيث طلع على عمل الهيئة والعديد من القضايا التي تهم الأسراء وأكد الحمد الله مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم لهيئة شؤون الأسراء والمحررين رغم التحديات في عملها السامي والوطني لخدمة أسران البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلية ترأس رئيس الوزراء وزير الداخلية رامي الحمد الله في مكتبه بيرام الله ترأس اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية حيث بحث معهم آخر تطورات الأمنية في مختلف المحافظات وأطلع رئيس الوزراء من خلال قادة الأمن الطلع على آخر تقارير الميدانية الأمنية والجهود المبدولة لحفظ النظام العام وتكريس سيادة القانون والسلم الأهلي والاستقرار وجدد الحمد الله إشادته باسم السيد الرئيس محمود عباس والحكومة بعمل أفراد وضباط المؤسسة الأمنية على توفير الأمن والأمان للمواطنين بناء على تعليمات السيد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله أرسلت وزارة الصحة أدوية لمرضى السرطان إلى مستودعاتها في قطاع غزة تكفي لثلاثة أشهر مضحة أنها تلقت أمس فقط مراسلة من مستودعات غزة تفيد بوجود نقص بهذا الصنف من الدواء وأشرت الوزارة إلى أنها ترسل شحنات من مختلف الأدوية إلى مستودعاتها بالقطاع بشكل دوري حيث أرسلت شحنة أدوية لمرضى السرطان الشهر الماضي تبلغ قيمتها إضافة إلى شحنة هذا اليوم حوالي 6 ملايين شاكل سلمت قوات الاحتلال عائلة شهيد محمد طارق داريوسف من بلدة كوبر شمال غرب رامالله سلمتها قرارا بهدم منزلها وذكر مراسلنا بأن الاحتلال أمهل العائلة يومين لتقديم لائحة اعتراض على قرار الهدم كان الشهيد داريوسف استشهد برصاص مستوطن داخل مستوطنة آدم المقامة على أراضي جبع شمال القدس المحتلة في تموز الماضي شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومدهمات طالت مناطق عدة في الضفة وأسفلت عن اعتقال 11 مواطنا مرسلون أفادوا بأن قوات الاحتلال دهمت منازل في محافظات رامله والخليل وجنين والقدس وعثت فيها خرابا كما أقدمت على سرقة أموال من أحد المنازل في سياق الفعاليات المساندة لأهالي الخان الأحمر وجهات دعوات للمبيت والاعتصام المفتوح في القرية تزامنا مع انتهاء المهلة المحددة من قبل محكمة الاحتلال العليا لاستكمال المداولات في القضية على أن تبت فيها في أي لحظة أو تحدد جلسة استماع جديدة نتابع مع كريستين ريناوي حملة إسناد أهالي الخان الأحمر تتصاعد رغم مرور نحو شهرين على انطلاقها لإدراك أهمية الاعتصام والوجود الفلسطينية الذي يحمي الأهالي ويتصدى لأي استهداف أو مباغة ففي سياق برنامج الصمود لإسناد أهالي الخان الأحمر وجهت دعوات للمبيت الأثنين والاعتصام المفتوح حتى نهار الثلاثاء تزامنا مع انتهاء المهلة التي قررتها ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية لاستكمال المدولات المكتوبة والآن إما أن يبت قضاط المحكمة بناء على المعطيات المكتوبة أو يعقد جلسة استماع جديدة لا شك أن الاستمرار الحملات هاي والفعاليات توجه رسالة وصفعة قوية للاحتلال حيث أن الاحتلال يخاف ويهاب من الجموع التي تأم الخان الأحمر وهذه الجموع والأخوان الذين حضروا الأحمر يعني هذا الاحتلال يحسب ألف حساب لهذه الجمعات فهذه تساند وترفع من المعطيات المواطنين الموجودين هنا وإن شارها يتدفع القضية إلى الأمام محام هيئة مقاومة الجدار والاستطان أبلغوا الرفض الفلسطيني لمقترح الاحتلال بنقل وترحيل أهالي الخان وأربعة تجمعات محيطة إلى منطقة النبي موسى قرب أريحة حيث موقع تجميع مياه الصرف الصحية أما ميدنينا فتتواصل الفعليات والخطوات الداعمة للأهالي كان تعهد من قبل وزير الصحة بفتح عيادة صحية شاملة في المنطقة يوميا وليس عيادة متنقلة أو جزئية يوميا بالأسبوع نحن جينا اليوم للمعاينة في المنطقة واتفقنا مع المجلس المحلي على إنشاء العيادة في المنطقة نظرنا إليها ورأيناها في المنطقة وهنا هي كانت مسجد قديم هذا ويعيش نحو 190 مواطنا ظروفا نفسية صعبة مع المرحلة المفصلية للقضية عدا عن تهديد 270 طالبان يطلقون التعليم في مدرسة الخان من قرية الخان الأحمر كريستين ريناوي تلفزيون فلسطين القدس المحتلة عربذت مجموعات من المستوطنين ليلة الماضية في القدس القديمة خلال مسيرتهم عشية بدء شهر عبري جديد وقالت مراسلتنا إن مسيرة المستوطنين جابت البلدة القديمة وحول بوابات المسجد الأقصى واستهتافات عنصرية تدعو إلى قتل العرب وأخرى إلى بناء الهيكل المسعوم لأول مرة في تاريخها ستبيع وزارة الصحة خدمة فحوصات الأمراض الجينية للقطاع الخاص والتي من المتوقع أن تكون متوفرة لدى الوزارة قبل نهاية العام الجاري ميساء الأحمد تابعت المزيد ضمن جهود وزارة الصحة للنهض بالواقع الصحي للمواطن والتخفيف من العبء النفسي والجسدي والمادي عليه ستوفر الوزارة خدمة الفحوصات الطبية في مجال العلوم الوراثية والجينات وستبيعها للقطاع الخاص قبل نهاية العام الجاري وعليه ستكون وزارة الصحة المزودة لهذه الخدمة الطبية لأول مرة في فلسطين بعد أن كان المواطن يحصل عليها من خلال تحويلها لدول أوروبية وأخرى في العالم هذا وستنشئ الوزارة قسم مختبرات متخصصا في هذه التقنية سيتم من خلاله فهم طبيعة العديد من الأمراض مثل السرطان والأمراض الأيضية للأطفال والوراثية بكل أنواعها وإجراء تشخيص دقيق لها ووضع خطة علاجية بما يتناسب مع الحالة المرضية وتقييم مدى قدرة المريض للاستجابة أو العدم للعلاج قبل البدء فيه الوزارة بدورها ستوفر أحدث الأجهزة في هذا المجال والمتوفر منها في دول العالم فقط قرابة 200 جهاز ما سيضمن إمكانية الحصول على نتائج دقيقة وحساسة ومحددة ميساء الأحمد تلفزيون فلسطين أكدت وزارة الزراعة أهمية دعم المزارعين الواقع أراضيهم خلف الجدار العنصري وتسخير كافة الإمكانيات لتطوير الأراضي الزراعية في مواجهة الزحف الاستيطانية جاء ذلك خلال جولة قام بها وزير الزراعة للأراضي المعزولة خلف جدار الضم وتوسع في محافظة قلقيليا أنال الجدع والمزيد أكثر من عشرة آلاف دنم من أراضي محافظة قلقيليا عزلها الجدار العنصري وفرض الاحتلال عليها قيوده ومنع المزارعين من وصولها إلا أن إرادة البقاء على الأرض أفشلت مخططات الاحتلال وجعلت من المناطق المعزولة خلف الجدار سلة غذائية أولا إرادة مزارع وتصميم على البقاء في هذه الأراضي لحمايتها والتجذر فيها ثانيا الدعم اللامحدود الذي يتركه المزارع بعملية تعزيز صمود في هذه المنطقة وخاصة من قبل وزارة الزراعة الحكومة الفلسطينية تعليمات فخامة السيد الرئيس لحماية هذه الأراضي المشاريع والبرامج الاستصلاح والدعم في الأشتال وفي الزراعة وشبكات الري واستصلاح الأراضي وشك الطرق الزراعية جولة موسعة لوزارة الزراعة ومحافظة قلقيليا خلف الجدار جاءت للاطلاع على النجاحات التي حققها المزارعين في مجال التنمية والاستصلاح وتقديم الدعم اللازم لمزيد من المشاريع المعززة لصمود المزارعين يعني هنقدم للمزارع كل الامكانيات المتاحة لوزارة الزراعة استصلاح الأراضي احنا جاهزين تخشق الطرق الزراعية احنا جاهزين توصيل خطوط المياه الناقلة من المناطق التي فيها المية للمناطق التي فيها المية برضو جاهزين نقوم بعملية تأهيل الأبار هذه كمان قضية من نشاطات وزارة الزراعة هون بالذات هون كمان بنزود الأبار كمان بالدعم بالديزل لضخ المياه وتنتج الأراضي المعزولة خلف الجدار آلاف الأطنان من المحاصيل الزراعية المختلفة خاصة الجوافة والأفوغادو إضافة إلى الخضروات والحمضيات التي تنافس المحاصيل الإقليمية من حيث الجودة والمذاق معيقات كثيرة وعقبات لا حصر لها يرمي الاحتلال من خلالها إلى تدمير الواقع الزراعي خلف الجدار إلا أن صمود المزارعين وتحديهم لهذه الإجراءات أسهم في خلق تنمية زراعية من الأراضي المعزولة خلف الجدار أنا للجدع تلفزيون فلسطين أفرجت سلطات الاحتلال عن أكثر من عشرة أطنان من البريد المحتجز لديها منذ العام 2010 أفرجت سلطات الاحتلال عن أكثر من عشرة أطنان من البريد المحتجز لديها من العام 2010 والذي يضم آلاف الطرد والرسائل الخاصة والهدايا والأوراق الهامة التي لم تسلم لأصحابها بعد رفض الجانب الإسرائيلي إدخالها إلى فلسطين من الأساس كان فيها نتفهمات من سنة 2008 نحن والجانب الإسرائيلي والتعاد البريدي العالمي أن نتبادل البريد مباشر عن طريق مطار المالكة عليها في عمان الدول التي جاوبت أو الإدارات البريدية التي جاوبت معنا مع القرارات بلشت تبعاتنا إرساليات بصفة مباشرة لفلسطين عن طريق مطار عمان لأنه الجانب الإسرائيلي كان يرجع الإرساليات هذه للجانب الأردني وزارة الاتصالات الفلسطينية بدورها بذلت جهودا حثيثة للإفراج عن البريد المتراكم منذ ثمانية أعوام وعملت على تشكيل لجان لفرز هذه الطروض وشكلت فرق عمل لمعالجة البريد وتسليمه لأصحابه تم استلام أطناء من البريد الفلسطيني وكل سلطات الاحتلال هذا البريد كان عالق لدى الجانب الإسرائيلي منذ بدء الإرسالات من باشرة عام 2010 عن طريق الأردن هذا ويتنصل الاحتلال من الاتفاقيات الخاصة بالبريد الوارد الذي يصل عن طريقهم من كافة دول العالم إلى فلسطين ولا يسمح بتصدير الإرساليات البريدية نشكر السلطة الوطنية الفلسطينية على الجهود التي بذلوها من أجل فك المحتجزات البريد لهذا حق مشروع للشعب الفلسطيني الذي كان محروم منها لمدة ثمن سنوات كان اليهود يتعاملوا بامبراطورية عنطرونية ضد هذا الموضوع الذي هو حقي للشعب الفلسطيني يذكر أن التبادل البريدية المباشرة عبر الأردن يأتي عقب اتفاقية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عام 2008 برعاية اتحاد البريد العالمي لكن الاحتلال رفض إدخال البريد عبر الأردن بهدف تحديد الصلاحيات الفلسطينية بعد احتجاز سلطات الاحتلال البريد الفلسطيني لأكثر من ثمانية سنوات تفرج عنها اليوم لكن بعد أن وصل معظمها تالفا بسبب احتجازها سنوات طويلة من مدينة أريحة وطنبلاص تلفزيوم فلسطين في المملكة العربية السعودية تصل تباعا إلى مكة المكرمة قوافل حجاج فلسطين قادمة من المدينة المنورة للاستعداد لأداء مناسك الحج هاني فنون من الديار الحجازية تباعا تتوافد قوافل الحجاج إلى مكة المكرمة بعد قضائهم عدة أيام في المدينة المنورة وزيارتهم للمسجد النبوي الشريف والأماكن التاريخية والدينية فيها لا سيما إحرامهم من ميقات ذو الحليفة غربي المدينة المنورة قبل توجههم إلى مكة المكرمة لأداء العمرة متمتعين بها للحج الذي يبدأ رسميا الأسبوع المقبل الرحلة كتير كانت حلبة وبس طويلة شوية يعني وإحنا نبسطنا كتير وبعدين فيه خدمات كتير تتقدم بالطريق مثلا بقدمونا المية بقدمونا واجبة مجبع والمعاملة كتير منيحة يعني براحتنا كلنا قاعدين براحتنا في الباص ومفصوطين الحمد لله العالمين في المساكن والفنادق تنتشر طواقم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتسهيل تسكين الحجاج ومساعدتهم في التوجه لأداء العمرة في البيت العتيق حتى يتسنى لهم التحلل من ملابس الإحرام والتفرغ للعبادات والصلاوات فيما هو القلوب بيت الله الحرام الاستعداد لموسم الحج سنويا يبدأ من بداية شهر محرم في كل عام ونحن الآن في أواخر الأيام الخطة لحجاج بيت الله الحرام وضعت مع بداية السنة الهجرية 1439 هجر ووزارة الأوقاف معنية تماما في كل عام أن ترتقي إلى الأمام فكما هي الطواقم تتسابق لخدمة حجاج بيت الله الحرام فإن بعثة الحج الفلسطينية التي تشرف عليهم تسعى إلى توفير كل الخدمات والوسائل التي تمكن الحجاج من أداء المناسك بكل سهولة في المشاعر المقدسة خاصة في جبل عرفات في حين تتطلع الوزارة إلى اتباع وسائل حديثة لتطوير خدماتها التي تقدمها للحجاج الخدمات التي طبعا وفرتها وزارة الأوقاف في المشاعر في عرفات وفي ميناء بالتأكيد هذه الخدمات ستنال إعجاب كل حاج حيث وفرنا كثير من وسائل الرعاة خاصة على العرفات وأنتم تلاح نحن في درجات حرارة عالية جدا خيام مكيفة مع مكيفات صحراوية بالإضافة إلى استعمال كنب حتى يستطيع الحاج أن يستعملها إذا بدأ ينام أو بدأ يجلس ويأخذ راحطة وأيضا في ميناء وفي المزالفة وبالتأكيد وزارة الأوقاف هي معنية أن يكون موسم ناجح كما كانت هي العوام السابقة ونجاحنا في الحج ونجاح لدولة فلسطين وليس الوزارة الأوقاف لوحدها فقرب المساكن والثنادق من البيت العتيق خطوة رائدة كان لها الأثر الإيجابي في تسهيل وصول الحجاج في وقت قصير إلى الحرم المكي وأداء الصلوات والعبادات فيه تزامنا مع حالة الاقتضاظ المروري والازدحام في الطلقات التي تشهدها فترة الحج في مكة المكرمة تتوافد قوافل الحجاج إلى مكة المكرمة استعدادا لأداء مناسك الحج فيما توفر وزارة الأوقاف خدماتها وتحذيراتها لتسهيل الحج على حجاج فلسطين هذا العام من أمام أحد الفنادق في مكة المكرمة هاني فنون تلفزون فلسطين في الشأن العربي قال وزير الداخلية الأردنية سامير بيضين إن الإرهابيين الذين ضبطوا مؤخرا عقب عملية الصلط غرب عمان ليسوا تنظيما لكنهم يحملون فكرة داعش التكفيرية بيضين أشار إلى أن تحقيقات ما زالت جارية مع من اعتقلوا مضحا أن تحقيقات أفضت إلى الكشف عن معلومات بشأن عمليات إرهابية أخرى كانت في طور التحضير أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل ستة إرهابيين في اشتباكات مع قوات الشرطة في وكر كانوا يختبئون فيه في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة وقالت الوزارة إن الإرهابيين كانوا يخططون لارتكاب هجمات تستهدف بعض المنشآت الحيوية ودور العبادة المسيحية وعناصر القوات المسلحة وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى الوزارة أوضحت أن العملية تاتي استمرارا لجهود الداخلية في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار بالبلاد دوليا تعتزم الكوريتان عقد قمة في بيونج يونج في أيلول المقبل بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الجانوبية بعد محادثات أجرها وفدال بلدين في المنطقة المنزوعة السلاح وفي حال توجه الرئيس الكوري الجنوبي إلى بيونج يونج فستكون هذه أول مرة يزور فيها عاصمة كوريا الشمالية منذ أكثر من عشر سنوات أعلن البنك المركزي التركي أنه سيتخذ كل التدابير الضرورية لضمان الاستقرار المالي في ظل هبوط حاد في قيمة الليرة التركية وأكد البنك المركزي أنه سيوفر السيولة الضرورية للمصارف في وقت تسارع فيه تراجع الليرة التركية في الأيام الأخيرة إلى مستويات تاريخية على خلفية التوتر مع واشنطن وقع زلزال بقوة ست درجات وأربعة أعشار قرب قرية كاكتوفيك في ولاية ألاكسا الأمريكية وقال نائب مدير المركز الوطني للإنذار المبكر من موجات المد إن الزلزال الذي وقع كان الأقوى على الإطلاق في منطقة المنحدر الشمالي المنتجة للنفط مشيرا إلى أنه لم ترد أي تقارير حتى اللحظة عن وقوع إصابات عودة للشأن المحلي حيث نظمت جمعية تنظيم وحماية الأسرة ماراثونا شبابيا لمناسبة يوم الشباب العالمي عشرات المواطنين جاءوا إلى مدينة الخليل للمشاركة في الماراثون الأول الذي نظمته جمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطة وتحت رعاية محافظ الخليل بمناسبة يوم الشباب العالمي فكان هذا الماراثون الذي استهدف الفئات الشابة في هذا اليوم فكرنا في جمعية تنظيم وحماية الأسرة بآلية يعبر فيها الشباب عن احتياجاتهم وحقوقهم والآلية اللي ممكن يخلقوا مساحة أوسع لهم في مدينة الخليل فقررنا أنه نعمل هذا الماراثون انطلقنا من أسبوع بجمع أسماء الأشخاص مشاركين وحصرنا العدد بما لا يقل على 400 مشارك صباحا تفاجأنا ببعض المشكلات وكان العدد أقل مما يجب إنما نعتبرها خطوة إيجابية ومحاولة لتغيير في مدينة الخليل بهمتنا بنعمرها كان عنوان الماراثون الذي يعتبر الأول من نوعه في الخليل والذي انطلق من منطقة رأس الجورة وصولا إلى دوار ابن رجد وسط المدينة ولقى إقبالا كبيرا من قبل الشباب أولها بلشت تقريبا ثلاثة أو أربع قوّنوا الفريق بعدين صاروا يضموا شباب والحمد لله صارنا نطلق على مراثونات بيت لحم مراثونات البيري الطيري طلعنا عنابلس مراثون اليوم كانت مشاركة كتير حلوة الحمد لله فشو اسموا لقينا شوية مشاكل بس الحمد لله صار بشكر للجهود للشرطة وقفت معنا وشركة المرور وقفونا السير مثلا كانت كتير مراثون مرتب الركض من أجل الصحة والحرية والتغيير ولفت الأنظار إلى الفئة الشابة من المجتمع التي تحتاج إلى اهتمام المؤسسات بها واستغلال طاقاتها وتفريقها في أمور لا تضر بصحتهم وتبعدهم عن بعض الأمور التي تؤثر على المجتمع بشكل سلبي في يوم الشباب العالمي ما زال الشباب الفلسطيني يبحث عن مكان ليعبر فيه عن حرياته فكان مراثون الخليل الأول متنفسا لهم للتعبير عن هذه الحريات من الخليل محمود فراش تلفزيون فلسطين انتهت النشرة هذه عنوينها أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية يشيعون جثمان شهيد وسامح جازي الحمد لله يجزد تأكيده على الاستمرار في تقديم أشكال الدعم كافة للأسرى رغم التحكيات دعوات للاعتصام والمبيط في قرية الخان الأحمر تزامنا مع جلسة محكمة الاحتلال العليا أشكركم دائما على طيب المتابعة تحية من تلفزيون فلسطين ترجمة نانسي قنقر